حقوقيا جدد مرصد الحريات الإعلامية رفضه لاستمرار محاكمة الصحفيين المجريدي والصوفي والذبحاني نشطين آخرين من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدد وقال المرصد إنه يتابع بأسف وامتعاض شديدين الممارسات التعصفية التي تعرض لها الصحفيون توجيه اتهامات الجسيمة لهم واعتبارهم فارين من وجه العدالة وأكد المرصد أن الإصرار المستمر من المحكمة على إجراءتها يثير قلقا عميقا بشأن الحريات الإعلامية في اليمن على الرغم من المناشدات والإدانات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بدورها طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين الصريب الأحمر بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الصحفي محمد المياحي وفي بيان لها عبرت النقابة عن قلقها إذا وضع الإخفاء القصري للصحفي المياحي بظل رفض سلطة الأمر الواقع في صنعاء الكشف عن مكان احتجازه أو السماح لأسرته بزيارته ودان البيان بأجد العبارات هذا الاستهداف القمعي والتعصفي ضد صحفي أعزل عبر عن رأيه في قضية تهم مجتمعه محملا جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي المياحي ترجمة نانسي قنقر